اذا اعتدد من القادمة لي عدد من نطفله اي ما يختار تحديت الم Gmail ووووووووووو sie بهاین هي تظهة لي في gitu طبعاً لو رحنا بصلي ما علينا الشغان في كان عندنا حالين ما ت وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ومثيل ال кожooh claro انت خاطر نتخط نط granul إحنا لما هنيجي ندوس هنا نعمل click على اي item من ده المفروض ان احنا هنعمل امت لـ event يبتدي الـ recipe detail component ان هو يعمل هاندل للـ event دي ويظهر الـ recipe اللي احنا اخترناه طيب دلوقتي الـ approach اللي احنا هنستخدمه ده ان شاء الله هو مش احسن حاجة احنا ممكن نغيره قدام شوية بس احنا هنستخدمه دلوقتي عشان ده حاجة احنا تعلمناها وعايزين نطبقها وزي ما قلنا قدام شوية ان شاء الله وهنستخدم approach تاني وده طبعا بيديك indication ان انت الحاجة ممكن تعملها بكزا طريقة مش بطريقة واحدة بس دلوقتي هنروح على الـ recipe item component هنلاقي عندنا الـ a او الـ link ده احنا عايزين نعمل او اللي عايزين نعمله هنا دلوقتي ان احنا لما ندوس على الـ link ده نعمل inform الـ parent component او نقول الـ component up ان احنا اخترنا او عملنا select الـ element او الـ recipe ده طيب دلوقتي هاجي عند الـ link ده وهعمل click listener وهشغل المسود اللي اسمها on selected طبعا انت ممكن تختار اي اسم عادي وهاجي هاخد المسود دي وهروح على الـ ts file typescript و هبتدي ان انا اعرفها هنا طيب دلوقتي احتاج ان انا اعمل event emitter هسميه recipe selected طيب ده هيبقى من النوع event emitter و مش هيبقى فيه حاجة بعمل لها باسنج اخليه void طبعا و ما ننساش ان انا اعمل منه new instant و دي equal طبعا و ما ننساش ان انا اعمل الـ decorator بتاعنا او احط الـ decorator بتاعنا اللي اسمه add output من angler core و ما ننساش نعمل له import من angler core و ما ننساش هنا الكوسين دول و هاجي هنا دلوقتي وهقول this dot recipe selected dot emit و مجرد ان انا هعمل emit blast مش هبقى اي حاجة طيب وهروح لان انا المفروض اعمل listen في recipe list component هاجي هنا و هبتدي ان انا هاندل الـ event ده اللي اسمه recipe selected ممكن ناخده copy كده عشان منه يطلق بوتش و هنعمل equal كده طيب دلوقتي المفروض ان انا كده اعمل اميتر او event اميتر تاني من recipe list component عشان اسمع في recipes component طبعا هي الموضوع عبان ان هو complex شوية بس بعد كده ان شاء الله هنحسن الموضوع ده هنعمله بطريقة اسهل من كده بس احنا بنطبق على الحاجات اللي احنا اتعلمناها دلوقتي هنا دلوقتي نعرف المسل اسمها on recipe selected و ناخدها من هنا كده و نروح على recipe list component dot ts و نبتدي ان احنا نعمل لها implementation هنا احنا عايزين نجيب ال recipe اللي احنا اه او اللي كان عامل ال event ده فهنرجع تاني على recipe list و هاجي هنا و هابعت recipe element اللي هو ال recipe ده طيب بعد كده هروح تاني على recipe list component html و هقول ان انا هيجيدي هنا recipe ده من النوع recipe اللي احنا كنا عاملله import قبل كده recipe model و هعمل هنا event emitter جديدة ممكن نسميها recipe was selected طبعا الاسمه دي مثل ما انت عايز equal new new event emitter من angler core طبعا هيبقى هنا recipe طبعا ما ننساش ان انا هاجي هنا و احط ال decorator الاسمه at output من angler core طيب و هاجي بقى في الفنكشن بتاعتي دلوقتي و هستخدم this dot recipe was selected dot emit و هايز اعمل 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 recipe اللي جاتل هي دي اللي انا هحتاج ان انا هابعتها لrecipes component و دلوقتي اقدر انا اروح على recipe component html و هاجي على recipe list component و اقدر ان اعمل listen ل recipe was selected اختار ايه نعمل اعمل اعمل منer ماهو их Apple ا ongoing kingdoms الضوء هنا فقط سأفعله توضع لصفلها لما تسضعه in recipe component html لما ستسمع من recipe list component event ، فأدع the selected recipe equal the event بدلا من懂ها في ميسود ، منذ الأول توضع الواقع في ميسود ونعمل لها باجي هنا في الفايل بتاع lts وعمل لها method وعمل equal او اساوي ال recipe اللي جاتلي بال recipe اللي موجودة هنا بس انا اختصرت ده مرة واحدة وخليت selected recipe بال recipe بال event اللي جاي من event emitter او custom event emitter اللي احنا عملينه والاسمه recipe was selected ودلوقتي عايز ان انا اعمل بوسنج للسيلكتد recipe اللي انا استقبلتها هحطها في recipe detail component بس قبل ما اعمل كده عايز استخدم ngf ليه استخدم ngf عشان هارض recipe detail component فقط في حالة اننا السيلكتد recipe دي موجودة عندي او ان انا استقبلت فعلا recipe من recipe list component غير كده مش عايز اعرض حاجة في recipe detail هكتب هنا selected recipe او ممكن اخدها على طول copy يبقى لفي حالة ان انا selected recipe دي موجودة عندي هيعرض recipe detail component لو مش موجود هعمل ng template وممكن اعمل الله ليه احنا عمد كل ده خالص وممكن اعمل الله احنا باورة انتخبر احنا سيلكت سيلكت اه اه recipe وممكن اعمل الله نحن الا في اجتماع النجي باورس اسمه ممكن نسميه InfoText وهاجي هاخده copy و هروح في ngf و هعمل هنا كده سمي كولون و هقول في حالة else روح على InfoText اللي المفروض هيجي عردي ال ng-template دي طيب هعمل save فكل حاجه انا عدلت فيها و هبتدنا اروح على ال browser و اشوف ايه اللي حصل هو دلوقتي كده recipe list recipe detail component ما فيش حاجه اش انا ما اخترتش اعمالش click لحاجه من هنا فاتعرف عندي في recipe لو رحنا recipe list component فاتعرف عندي اه او عملت فبالتالي رحنا على recipe component فselected recipe دي دلوقتي فاضيه و ما فيهاش حاجه فبالتالي هيبقى ال ng-template هنا اللي هتظهر لان selected recipe مش ما فيهاش حاجه طيب تمام لو جينا بعد كده اخترنا اي recipe من هنا ابتدى يظهر recipe detail component معايا هو طبعا ما فيش حاجه يعني ما فيش هنا حاجه اه ظهرت من recipe اللي انا اخترتها عشان انا لسه مبعدتش data او معمرتش post لل data من recipe هنا recipe detail component وابتد ان انا هعرضها وده اللي هنعمله ان شاء الله دلوقتي دلوقتي خلينا نعمل post recipe في recipe detail component طيب دلوقتي هنحتاج ان احنا نروح على recipe detail dot ts وهاجي هنا هبتدى اعرف recipe هي طبعا من النوع recipe وده هعمله import من recipe model وطبعا ما ننساش ان انا اضيف at input من angler core وحط ال cosine بتوعي تمام عشان ده recipe ده هيجيلي كمبوت من parent component بتاعي ودلوقتي اقدر ان انا اروح على recipe component html واجي في recipe detail component وعمل bind ل recipe نخليها equal selected recipe طبعا ويخليك فاكر ان component ده ان component ده مش هيشتغل او مش هيتعمله render عندنا غير لو حالة ngf ده انا اخترتها غير كده هيروح على info text او ng template ده خلينا نروح على recipe detail component ودلوقتي جالنا input اللي هو اسمه recipe اللي جاي من recipe selected فهنقدر ان هنا ونبتدي ان نشيل recipe name ونحط recipe dot name ونفس الكلام في source ممكن نعمله binding بالطريقة ويبقى recipe dot image boss وممكن نخلي alt بتاعنا ب recipe name ونعمله bind ب recipe dot name وممكن اقدر يجي على description description ونشيلها ونحط recipe dot description خليني اعمل save اي حاجة انا عدلت فيها واروح على البروزر بتاعي تمام هاجي اختار اي recipe كده من هنا اعملت كلاك ظهر لي الصورة بتاعتي تمام مظبوط ونعم recipe one وممكن الصورة اعمل لها style اخلي inline style كده اخلي max height بتاعي ب300 pixel واعمل save وهروح على البروزر بتاعي اتاكد ان كل حاجة شغالة هنا شغال وهنا طبعا مافيش اختلاف لاني الاثنين نفس الحاجة بالضبط فممكن نروح على الكود بتاعنا ونروح على recipes dot ts وهاجي هنا بدل ما recipe one و recipe one ممكن اجي هنا اسمي recipe two واعمل save وابتدي اروح على الكود فهنا بقى في recipe one و recipe two هختار اول واحد ظهر عندي recipe one تمام و لما اختار recipe two ابتدى ان هو يتغير معي كده احنا قدرنا ننقل recipe item من recipe list component هنا ل recipe detail component و اظهر محتوياته دلوقتي عايزين نشتغل ان شاء الله على shopping list component و على الاقل نخلي الاثنين امبوت دول يشتغلوا معي حتى لو بطريقة basic ٹ